كما أكد أمين عام جامعة الدول العربية على سعي مملكة البحرين والتزامها في إنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين انطلاقا من دعمها المتواصل للعمل العربي المشترك لكما يصب في مصلحة الدول العربية كافة البحرين يعني تسعى لتأمين قمة ناجحة وفي كافة لقاءاتي على مستوى جلالة الملك شخصيا ولي العهد وزير الخارجية كافة الشخصيات البحرينية اهتمامهم بالإعداد لقمة ناجحة واضح للغاية البعض الآخر أن الكثير من أطقم الجامعة العربية زارت في السابق البحرين وعادت بانطباعات قوية جدا عن الالتزام البحريني لتأمين قمة ناجحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر